قلعة الشيطان أو بوابة جهندا عمرك سمعت عن أكتر قلعة مرعبة في العالم أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة من شاشة تلفزيون يوم السابع واللي أحكي لكم فيها عن أكتر قلعة مرعبة دي أكتر قلعة رعبا في العالم وده شيء طبيعي أول ما بنقول كلمة قلعة أو قلعة أول ما بيجي في بلنا إنها في أعماق قابة ومخاطب أصفار شائكة من كل مكان وده خلالها مرتبطة في مخيلتنا إن القلاع هي مكان للأشباح والأرواح المسكونة وده بسبب الرؤيات اللي طيلت عن أغلبها ومعيد الهالوين اللي بيحتفل في العالم كل عام في 31 من أكتوبك سكان الجيك بيقوموا بزيارة قلعة هوسكا المسكونة بالأشباح كنوع من الترفيه قلعة هوسكا المسكونة بالأشباح قصة مرعبة للغاية كما أن لها تاريخ مزعق جدا ويقال إنها خلعة شيطانية وتم بناؤها فوق خفرة يعبقد أنها باب من أبواب الجحيم تمت رؤية كائنات غير بشرية تقوم بأعمال وأنشطة شريرة بحسب ما ذكرت الصحوف تفاصيل القصة نقلا بتحديد عن صحيفة واللي قالت فيها أنه في بداية أو بدايات القرن الثلاثاشر في منطقة بعيدة عن جمهورية المشيك أم الملك الملك أوتوكار البوهيني حاكم المنطقة وقتها بالعمل على بناء قلعة تحت اسم هوسكا لكن المنطقة المختارة لبناء هذا الصرح العظيم كانت نائية في وسط الغبات لتصلح المعيشة بأي شكل من الأشكال وقبل البدء في بناء القلعة الملك أعلن عن إعفاول أي سجين عنده الجرأة أنه يغبط في الحفرة اللي هتبني فوقها القلعة ليرى مدى عمق هذه الحفرة وماذا يوجد بداخلها ذكرت هذه الصورة أو القصة أنه تطوع قد سلبناء وتم ربطه فعلا بحبل ماتين وتم إنزاله للحفرة بالتدريج وده وسط سكان القرية جميعا ولما بدأ يتعمق في الهجوط وحدة وحدة بدأ يصرخ صراخ ستيري بشكل متواصل فتم رفعه بسرعة كانت المفاجأة أن السجين ساد عمره 30 سنة وتحول لراجل عجوز ولكن اتوفى بعدها بكام يوم بعد القدسة به تم هجر القلعة لسنوات إلا أنه في الحرب العالمية التانية قام عدد من الجنود النازيين بالعيش في تلك القلعة لكنهم هربوا من القلعة أول لما سكنوا فيها تقريبا وده بسبب الأحداث الغريبة اللي حصلت معاهم في الوقت ده عاليا تعد قلعة هوسكا مزارا سياحيا للأشخاص المحبين لخوض المغامرات وتحديدا المرعبة حيث كان أو حيث كل من زرها شعر بأشياء غريبة كوجود فجوة في الزمن وكأن في حد يجلس فوق صدره ومؤخرا انهارت أحد الأجزاء الأرضية أسفل القلعة وتم إعلان قلعة هوسكا كأحدى أبواب جهنم على الأرض دي كانت تخطيطنا عن قلعة هوسكا أو أبواب جهنم زي ما بيقولوا عليه بشكركم متابعين كنت معكم شروق والدي وإلى اللقاء شكرا ترجمة نانسي قنقر